السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات والطالبات واولياء امور الصف الثاني السنوي النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض نمازج الوزارة للتقييم الاسبوعي معدنا النهاردة مع نموذج الاسبوع الثاني بس قبل ما نبدأ يريد تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصيركم كل جديد بناديموا ان شاء الله يلا نبدأ مع بعض اول حاجة هنبدأ بها في نموذج الاسبوع الثاني هي الادئات الصفي اول جزء ده اللي هو سؤال choose the correct answer ده على يونت 1 بيقول لي ايه بيقول لي عايز يقول لي ان اختي لم تستطع الذهاب او الخروج معنا لي بقى as هنا معناها because لأنها عايز اقول كان عندها انفلونزا وطبعا بقيت في الفراش يبقى عندي يصاب بالبرد او يصاب بالانفلونزا اللي هي have the flu طبعا الماضي منها ها يبقى have the flu the surgeon اللي هو القراح performing an emergency operation because he or she knew how serious the note was عايز اقول للقراح اقرى طبعا اللي هي operation هي معناها عملية جراحية طارئة لأنه طبعا هنا السرجن هي هو او شي هي عرف how serious the note was كيف كان الموقف خطير اللي هو situation اما ال site ده موقع وoccasion ده مناسبة وlocation برضو ده موقع مكان it is hoped that the wounded soldier will not better soon طبعا ان احنا بنأمل ان الجندي اللي هو المصاب يتحسن قريبا يبقى get better get better اللي هي معناها يتحسن بعد كده بيقول لي working in this luxurious hotel really sounds not for a fresh graduate عايز اقول العمل هنا استخدم ال verb ing كعناوان العمل في هذا الفندق الفخم طبعا كلمة luxurious اللي هي معناها فخم really sounds yaبدو ايه بالنسبة لي متخرج هو هنا فريش يعني لسه متخرج طازة يعني يبقى هو هنا العمل طبعا بيكون بيابتو perfect ممتاز او مناسب لي اما فيه جغام التربو الفضيع وورس اسوأ the liver اللي هو الكبد is an extremely complex not which needs special care هو طبعا عايز اقول عضو من اعضاء الجسم معقد للغاية بيحتاج رعاية خاصة اللي هي طبعا احنا قلنا عضو من اعضاء الجسم اللي هي organ اما عضو في جماعة او مضموعة اللي هي member individual فردي و place اللي هي مكان بعد كده بيقول لي you not get off the bus before it stops it's dangerous بيقول لي عايز اقول لي ممنوع ان انت تنزل من الوتوبيس قبل ان يتوقف ده خطير يعني الامر ده حيكون خطير طبعا هنا منع وتحريم يبقى mustn't كان يستطيع وطنت طبعا دي لا يجب وبتيجي معها to shouldn't لا يجب ولكن هنا بيمنعوا عشان في خطور they not to come early they can come whenever they are ready طبعا عايز اقول هما مش محتاجين ان هما ييجوا بدري هما يقدروا ييجوا في الوقت اللي هما بيكونوا مستعدين فيه يبقى هنا عندي هنستخدم don't need to needn't بيجي ورا الفعل في المصدر وhave طبعا هما هنا مش مضطرين why didn't ده الماضي يبقى they don't need to come early you not come to see us at the weekend we miss you very much عايز يقولي انت يجب ان انت تيجي وتزورنا او تشوفنا في العطلة احنا بنفتقدت جدا طبعا دي نوع من انواع الدعوة الحرة يبقى استخدم فيها مصد احنا قلنا ان مصد بتستخدم للالزام والضرورة وده الزام بخلي وكمان بتستخدم في الدعوة الحرة والنصيحة القوي بعد كده بيقولي مصطفى not finish the report quickly because the deadline is today at 4 pm عايز اقول المصطفى يجب ان هو ينهي تقرير بتاعه بسرعة لان طبعا وقت التسليم بتاعه نهاردة الساعة 4 يبقى اخد بالي بقى هنا احنا عايزين هنا ضرورة ولكن طبعا في المضارع مصطفى مفرد بياغط has got to بعد كده هنا بيقولي ايه ماريام not email her homework to her teacher because she forgot to take it to class yesterday عايز اقول ماريام اضطرت ان هي ترسل ال homework بتاعها عن طريق الايميل للمدرس ليه بقى لان هي نست ان هي تحضره في الفصل بالامس اخد بالي هنا yesterday بالامس يبقى طبعا بالامس مش هينفع doesn't have to we have to مش تنفع لان عندي ماريام برضو مفرد we neednt لا ده هي يجب يبقى had to اضطرار او الزام في الماضي you not show your passport when you enter the airport عايز اقول يجب ان انت تعرض كده او تبين الباسبورت بتاعك عندما تدخل المطار طبعا دي ضرورة علشان تدخل مكان لازم توريهم او تظهر لهم الباسبورت بتاعك يبقى دي ضرورة او الزام خارجي بنستخدم فيها have to the workers not work twelve hours for five days a week عايز اقول ان العمال بيشتغلوا اه اتناشر ساعة لمدة خمس ايام في الاسبوع طبعا هنا اضطرار في المضارع يبقى have to لان هو بيقول ان العمال يجب او مضطرين ان هما يشتغلوا اتناشر ساعة في خمس ايام a week يعني اه كل اسبوع او في الاسبوع طبعا ده مضارع يبقى have to نكمل مع بعض بيقول لي حمزة not see your doctor he looks l عايز اقول حمزة يجب ان هو يزور هنا طبعا يور طبعا مش تبقى your تبقى his حمزة see his doctor يشوف الطبيب بتاعه وهي looks l هو يبدو مريض يبقى هو هنا ضرورة يبقى must طبعا ما ينفعش needn't علشان هو بيبدو مريض يعني هو ازاي مش هيكون محتاج يعني وكانت لا يستطيع ومي ربما لا هو هنا يجب the old bridge not knockdown عايز اقول ان الكبري القديم مالو ضروري ان يهدأ knockdown زي يهدم كده knockdown ولكن هنا دي الجملة هنا مبني للمجهول طبعا هنا ضرورة في passive في المبني للمجهول طبعا احنا هنا عندنا the old bridge هنا مفرد يبقى last week الاسبوع الماضي ala not work 12 hours a day for 6 days to finish her project عايز اقول الاسبوع الماضي ala اضطرت ان هي تشتغل لمدة 12 ساعة في اليوم لمدة 6 ايام لكي تنهي المشروع بتاعها يبقى هنا ماضي هنستخدم had to السؤال الثاني سؤال to the correct urban transition from a PC already دي طبعا اختر الترجمة باللغة العربية اللي هي الصحيحة يعني نقرأ كده مع بعض اللي هي الانجليش بيقول لي innovation is endless the more man seeks progress and welfare the more he invents things that make life easier however do you think all inventions don't have negative aspects طيب هنا نشوف كده واحد واحد كده بيقول لي ايه الابتقار لا نهاية له ماشي كلما سعى الانسان الى التقدم والرفاهية ليقاعدة the more the more زي ما شرحناها كلما 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 اخترعوا اشياء لا تجعل الحياة اس لا هو هنا بقول لي ايه the more he inventive things that makes life easier يبقى هنا دي اجابة خاطئة طيب اللي اجابة التاني الابتقار لا نهاية له ماشي كلما سعى الانسان الى التقدم والرفاهية كلما اخترعوا اشياء تجعل الحياة اسهل لحد هنا كويه however مع ذلك هل تعتقد ان جميع الاختراعات لها جوانب سلبي هو هنا بيقول لي ايه do you think all inventions don't ناخد بنا من don't هن هنا هل تعتقد ان كل الاختراعات ليس لها اه جوانب اه سلبية يبقى هنا برضو مفيش ليس لها يبقى دي برضو اجابة اه خاطئة بيقول لي الابتقار لا نهاية له ساعة الانسان ده هين بقى قاعدة كلما كلما زمور زمور يبقى ساعة اه برضو هنا برضو نكمل ساعة الانسان الى التقدم والرفاهية كلما اخترع اشياء تجعل الحياة اسهل ومع ذلك هل تعتقد ان جميع الاختراعات ليس لها جوانب سلبية هي الخطأ في ساعة لانه مفيش كلام اه بعد كده بيقول لي الابتقار لا نهاية له ساعة برضو ساعة الانسان الى التقدم والرفاهية كلما اخترع اشياء لا تجعل الحياة سال هنا برضو لا تجعل ومع ذلك هل تعتقد ان بعض اه الاختراعات ليس لها جوانب طبعا زي ما انتم شايفين كل اللي عندنا هي خاطئة يعني اه ما قدرش اقول فيها اجابة صحيحة ممكن يكون فيها اخطاء مثلا انتصاء بعد كده اه number two اللي هي اه السؤال اتين نقرأ كده مع بعض بيقول لي هنا women have played a vital role in the renaissance of ancient and modern societies through this role they demonstrated their ability to achieve positive change in those societies بيقول لي في الاختيار الاول لعبة المرأة دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة بيقول لي من خلال هذا الدور اللي هو ايه اللي هو طبعا through this role اظهروا عدم قدرتهم لا هو هنا بيقول لي they demonstrated their ability اظهروا قدرتهم يبقى دي خاطئ عدم قدرتهم على تحقيق تغيير ايجابي في تلك المجتمعات يبقى هنا عدم خاطئ لعبة المرأة دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديث من خلال هذا الدور اظهروا قدرتهم على تحقيق تغيير سلبي يبقى هو هنا ايجابي يبقى دي خاطئ في تلك المجتمعات اه بعد كده بيقول لي اللعبات المرأة دورا محوريا في عدم نهضة المجتمعات لا فيه نهضة ومن خلال هذا الدور اظهروا قدرتهم على تحقيق تغير ايجابي او تغيير ايجابي في تلك المجتمعات الاختيار الأخير لعبت المرأة دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة ومن خلال هذا الدور أظهروا قدرتهم على تحقيق تغير إيجابي في تلك المجتمعات ودي الإجابة الصحيح بعد كده الجزء الخاص بالأداءات المنزلية وبرضو ده على يونيت 1 السؤال الأول بيقول لي هنا ايه أنت يجب أن ترتدي حزام الأمان أثناء القيادة ده معناه اختياري ولا يمكن أن ترتديه لو أنت أردت ولا ممنوع أن تلبسه هو مهم للأمان يبقى دي الإجابة الصحيحة هو طبعا مش اختياري ده بقول لك You don't have to attend the meeting today أنت مش مضطر تحضر الإجتماع هذا اليوم أو اليوم معناه It's necessary to attend مهم أن أنت تحضر ده بقول لي You don't have It's optional to attend اختياري ولا You are forbidden to attend ممنوع أن أنت تحضر ده بقول لي أنت مش مضطر بس You are required to attend مطلوب منك أن أنت تحضر طبعا هو أنت مش مضطر تحضره النهاردة ولكن طبعا ممكن تحضره في أي وقت تاني يبقى It's optional to attend It's prohibited to smoke in this area ممنوع هنا prohibited معناها ممنوع ممنوع أن أنت تدخن في المنطقة دي معناها You must smoke here يعجب أن أنت تدخل هنا لا غلط ده ممنوع You are not allowed to smoke here مش مسمح لك أن أنت تدخن هنا والإختياري تقدر تدخن أو ما تدخنش You can smoke if you want تدخن لو أنت بتريد طبعا بيقول لي perhaps you are not allowed to smoke here غير ما أسمح لك التدخن هنا You must complete the assignment by Friday يجب أن تكمل المهمة أو الواجب by Friday بحلو اليوم الجمعة معناقي It's necessary to complete it من المهمة أن أنت تكمله طبعا هنا ضرورة You don't need to complete it مش محتاج أن أنت تكمله ولا It's perhaps to complete it ممنوع أن أنت تكمله ولا You can submit it anytime ممكن تكمله في أي وقت أو ترسله في أي وقت يبقى بقول له لا يجب يبقى هنا It's necessary to complete it من المهم أن أنت تكمله بعد كده بيقول You are not allowed to park here غير مسموح لك أن تركن هنا معناة Parking is optional الركن ده اختياري You must park here يجب أن أنت تركن هنا ولا Parking here is prohibited الركن هنا ممنوع ولا You should park here يجب أن أنت تركن هنا طبعا You are not allowed غير مسموح لك معناها أن الشيء ده ممنوع يبقى دي الإجابة الصحيح You don't need to bring your laptop to the meeting أنت مش محتاج تحضر اللابتوب بتاعك للاجتماع ما معناه It's necessary to bring it من المهم أن أنت تحضره ولا It's prohibited to bring it ممنوع أن أنت تحضره ولا It's optional to bring it اختياري ولا You must bring it يجب أن أنت تحضره هو بقول أنت مش محتاج تحضره في الاجتماع يبقى اختياري عايز أقول أن الطلاب يجب أنهم يرسلوا المقالات بتاعتهم بالوقت المحدد الإرسال ده أو التسليم ده اختياري ولا It's prohibited to submit طبعا هو ممنوع أن أنت تسلم المقالات ولا It's necessary to submit من المهم أن أنت ترسلهم أو تسلمهم You can submit whenever you want تتسلم في الوقت اللي أنت عايزه طبعا هو هنا بقول لي You must يبقى ضروري يبقى It's necessary to submit It's not necessary to wear a tie at this event عايز أقول من غير الضروري أو مش مهم يعني أن أنت ترتدي رابطة العنق في هذا الحدث معناه You are required to wear a tie أنت مطلوب بأنك ترتدي الكارفتة Wearing a tie is optional ارتداء الكارفتة ده شيء اختياري You must not wear a tie ممنوع أن أنت ترتدي الكارفتة It's perhaps to wear a tie طبعا ممنوع برضو أن أنت ترتدي الكارفتة لا هو هنا بيقول لي مش ضروري ولكن هي شيء اختياري بعد كده بيقول لي visitors اللي هم مبين الزوار are not permitted to enter the building after 6 p.m. غير مصموح لهم أن هم يدخلوا المبنى بعد الساعة 6 مساء هنا معناه أن visitors can enter at any time يقدروا الزوار يدخلوا في أي وقت Well it's perhaps for visitors to enter after 6 p.m. إنه ممنوع أن هم يدخلوا الزوار أن هم يدخلوا بعد الساعة 6 ولا visitors must enter after 6 p.m. الزوار يدخلوا بعد الساعة 6 يجب يعني ولا It's optional ده اختياري for visitors to enter after 6 p.m. طبعا هو مش optional اختياري ومش إيه ومش يقدروا يدخلوا ولا ضرورة ولكن ده بقول لك are not permitted مش مسمح لهم يبقى It's perhaps permitted ممنوع for visitors to enter after 6 p.m. بعد كده بيقول لي هنا You must follow the safety regulations in the lab عايز يقول يجب أن أنت تتبع اللي هي اللي هي أنظمة الأمان في المعمى فمعناي It's prohibited to follow the regulations إن هو ممنوع تستخدم أو تتبع هذه الأنظمة ولا You don't need to follow أنت مش محتاج أن أنت تتبعها ولا It's necessary to follow هي مهمة أن أنت تتبعها ولا It's optional اختيارية طبعا هو هنا بيقول لي must يبقى ضرورة It's necessary to follow the regulations نكمل مع بعض ودي بيقول لي السؤال البعض كده بيقول لي Read the following passage and answer the questions بيقول لي اقرأ القطع دي وأجب عن الأسئلة نقرأ القطع مع بعض بيقول لي As the world's population continues to grow and climate change makes it more difficult to produce food in the traditional way بيقول طبعا وده لأن اللي هو التعداد السكاني في العالم مستمر في الزيادة والتغير المناخي بيجعل من الصعب انتاج الطعام بالطريقة التقليدية Scientists are developing new ways of growing plants efficiently أن العلماء بيطوروا طرق حديثة لزراعة النباتات بطريقة بكف أو بطريقة مميز One of these ways is growing plants without soil واحدة من هذه الطرق هي زراعة النباتات بدون تربة Although this may sound like a modern process على الرغم من ان ذا بيبدو طريقة حديثة It's not new technology لأنه ليس تكنولوجيا جديدة طبعا ده هنا تناقض Ancient Egyptian writings describes how plants were growing in water اللي طبعا بيقول الكتابات المصرية القديمة راونتنجز دي الكتابات بتوصف ازاي النباتات كتبتان مو في المياه And early examples include the famous gardens of papillion and floating gardens built by the SDs and the Mexico طبعا دي أمثلة للي هي حضائق اللي هي البابليون بابليا وكمان اللي هي طبعا الحضائق اللي هي الطافية اللي هي بنيت بواسطة الأزتيز في المكسي بيقولي بقى بعد كده وبيكامل In traditional farming في زراعة بقى التقليدية So protected the roots of plants بيقولي أن هنا الأرض بتحمي الجزور النباتات But scientists have shown that plants do not need soil to grow ولكن العلماء أظهروا أن النباتات مش محتاجة طربة عشان تنو As long as they can get nutrients from somewhere they will grow successfully بمجرد أن هما ما يحصلوا على العناصر الجزائية من أي مكان هينمو بنجاح To grow plants without soil اللي كي نزرع أو نزرع نباتات أو تنمو نباتات بدون طربة Special fertilizer is added to water and plants take this and throw their roots آآ طبعا بنضيف نوع من أنواع الفلترايزل والسمان طبعا بيضاف للمياه والنباتات بيتأخذوا أو تمتصوا عن طريق الجزور بعد كده بيكمل بيقول recently This technology has developed very quickly التكنولوجيا دي تطورت بسرعة It's common in northern Europe where it's used to grow food crops هي شقة في أوروبا طبعا أو في شمال أوروبا اللي بقى حيث بتستخدم لزراعة المحصيل اللي هي للطعون Vegetables have been growing in submarines and astronauts have produced food in space using this technology بيقولوا خضروات بتزرع أو بيتم زرعتها في السبمارين اللي هي الغواصات ويرواد الفضاء كمان زرع وطعام في الفضاء باستخدام هذه التكنولوجيا Many people think that growing plants and water could help to solve the world's food problems بيعتقدوا الناس أن زراعة النباتات في المياه بتساعد في حل مشكلة الطعام في العام As cities become larger لأن المدن أصبحت أكبر There is less land for agriculture ما فيش بقى فيه أرض قليلة للزراعة countries with little land for growing crops could reduce more of their food without soil الدول اللي هي عندها أرض قليلة لزراعة المحصيل تقدر إن هي تنتج طعامها أو بيستخدام أو بدون طرب This way can also be used in areas with poor soil الطريقة دي كمان ممكن تستخدم في المناطق اللي هي عندها تربة زراعية فقيرة يعني مش كويسة للزراعة Such as deserts زي الصحراء and in the area near the sea ويهي المناطق اللي هي بالقرب من البحر where salt water is damaging the soil حيث المياه المالحة بتدمر الإيه الطرق Perhaps soon there will be no areas of the world where food cannot be produced ربما قريبا مش هيكون فيه طبعا أي مناطق في العالم لا تستطيع أن تنتج الطعام السؤال الأول بيقولي There must be a node to grow plants in water يجب أنه يكون فيه إيه للمو النباتات في المية fertilizer Growing plants in water can be used in the areas with not soil عايز أقول زراعة النباتات في المية تستخدم في المناطق اللي فيها تربة إيه Poor فقيرة أما excellent ممتازة rich غنية و strong قوي Scientists are not to solve the world's food problems عايز أقول للعلماء نقط إن هما يحلوا مشكلة أو مشاكل الطعام العالمي بيأمالوا You are hoping بعد كده بيقولي Answer the following questions أجب على الأجابات العجن الأسئلة التي What is the main idea of the passage إيه الفكرة الرئيسية في القطع القطع كلها بتتكلم عن إيه عن إن إحنا نزرع النباتات بدون تربة يبقى نقول إيه Growing plants without soil Growing How is the new way very useful إزاي الطريقة الجديدة دي حتكون مفيدة هو قال لي في القطعة إن الناس بتعتقد إن الطريقة دي حتكون مفيدة في مساعدة في حل مشكلة الطعم يبقى نقول كده من الأول من Many people think that growing plants in water could keep help to solve the world's food problems هتساعد في حل مشكلة الطعام في العالم دي جبت سؤال number five نكمل مع بعض طبعا هنا عندنا ده الاختبار الأسبوعي برضو على ريونة one طبعا هنا ناخد أول حاجة group a اللي هو المجموعة الأولى السؤال الأول ده سؤال choose the correct answer اختر الإجابة الصحيح بيقول لي إيه الكثير من الخبراء لا يتوافقوا او بيتعرضوا مع اهمية او بيعرضوا اهمية ان احنا يكون عندنا هارت اللي هو قلب صحي اخد بالي بقى هنا disagree with لا يتوافق مع مع شخص و disagree on على بيجي وراها الفيرب وين يجي بقى هنا وتوز الفعل في المصدر يبقى disagree about بعد كده بعد كده بعد كده هنا بيقول لي إيه his special lot of scratching lines into the color is still frequently used عايز أقول اللي التكنيك بتاعه في ان هو scratching lines في خدش الخطوط into the color الى في اللون is still used ما زال بيستخدم يعني ايه يعني عايز أقول التكنيك هنا دي special صفة يبقى احنا عايزين التكنيك اللي هو الاسلوب if you know how to not CPR you have to do this to help the patient عايز أقول لو انت تعرف ازاي ان انت تؤدي اللي هي عملية العيش الرقوي انت يجب ان انت تعمل كده لمساعدة المريض يبقى هنا عندي perform perform the CPR معناها يؤدي العملية العيش الرقوي when you eat vegetables لما بتاكل خضروات with green leaves ايه او راق خضراء you not enter immune system عايز أقول انت بتعمل ايه في الجهاز المناعي بتاعك انت كده بتساعد يبقى هنا مدارع بسيط you have نستخدم فاعل في الماضي بعد كده بيقول لي answer the phone question اجب عن الاسئلة التالية دي اسئلة اللي هي القصة اللي هي طبعا عن king clear اللي هو المالك لي السؤال الاول بيقول لي do you think cordelia made the right decision هل تعتقد ان كردليا فعلت او قامت بالقرار الصحيح لي ولي لا ايه هو القرار الصحيح ان هي اه لم تحاول ان هي تخدع والدها بي ايه بي اه اه طبعا كلمات اللي هي love words كلمات الحب زي اخوتها ولكن هي اه طبعا اه عبرت عن حبها بان هو طبعا بتحبه علشان هو ابوها يعني ولكن هو كان محتاج منها ان هي تعبر اكتر بالكلمات ولكن هي طلبت منه تعبر to express her love تعبر عن حبها with actions بالافعال فلما يقول هل هي كانت قرارها صحيح ان اقول yes طبعا because she is honest لان هي امينة and didn't want to deceive her father ولم تريد ان هي تخدع والدها باي كلام لكن هي كانت طلبت منه ان هي تعبر with actions بالافعال بيقول لي number 2 no child can love a father more than i love you مفيش اي طفل يستطيع ان يحب والده اقصر من حبي لي why do you think gunril say this gunril اللي هي احدى بنات الكنجلير طبعا هي قالت له العبارة دي بتعتقد هي قالت هلو ليه طبعا اجابة السؤال number 2 اهو to make her father believe that she loves him the most of her sisters عايزة هي كانت عايزة تقنع والدها ان هي بتحبه اكتر من اخواتها ليه بقى and then he would give her the biggest part طبعا هو كان قرر ان هو he decided to divide his kingdom قرر ان هو يقسم المملكة بتاعته among the his three daughters ما بين اللي هما بنات والثلاثة اللي هي ايه اللي هي كورديليا والجونرل وريجان ولكن طبعا طلب منهم كل واحدة تعبر عن حبها وطبعا اللي هي الاكتر او البنت اللي هي كانت بتعبر اكتر كان بيديها جزء لما كانت بقى طبعا هو انست طبعا هو هنا قال له طبعا ان هو he was foolish to divide his kingdom according to words هو قال له ان من الحماقة ان انت تقسم المملكة بتاعتك طبعا تبقى للكلام او بناء على الكلمات ولذلك كانجلير قرر ان هو يبعده ليه بقى what does this tell us about Lear ده كمان بيخبرنا ايه عن شخصية الملك Lear طبعا this tells us that king Lear was a foolish هو كان رجل احمق who did not want to listen to the sound of mine هو لم يستطع او لم يريد ان هو يستمع لصوت العقل لا هو كان فيه فكرة في دماغه وما كانش متقبل النصيح نكمل مع بعض اه برضو ده اللي هو الاختبار اه الاسبوع السؤال الاول ده سؤال اختر الاجابة الصحيح بيقول لي عايز اقول ان احنا ممنوع ان احنا نكون ضوضائيين في المكتب لا طبعا ما ينفعش هو هنا مفيش ضائمة يعني دي معناه optional طبعا لا ولا مصن طبعا ده ممنوعي اموصن the pain is of not intensity and the last is and where for 15 to 180 منتس عايز اقول ان القلم ده ان القلم ده كان ب intensity اللي هي قوة بدوم في اي مكان من 15 ل 180 دقيقة طبعا احنا هنا هنختار سيفير اللي هو قاسي. طبعا سيفير هنا صيفة. احنا محتاجين صفة. اما سيفير اللي هو المنكز. برضو المنكز. احمد نقط انجلي. عايز اقول احمد اتصرف بغضب. اه تجاه طبعا اخبار اللي هي خسارة المباراة. احنا هنا عايزين يبقى. اما ده اللي هو رد الفعل. اللي هي الصفة. بعد كده بيقول ايه? نبضة القلب. عايز اقول ان النبضة دي هي عندما عايز اقول تتمدد عضلة القلب ويتدفع الدم اه حول الجسد. يبقى القلب طبعا هو عضلات القلب. اه بعد كده بيقولي هنا ايه طبعا عايز اقول انه واجبنا ان احنا ندافع عن دولتنا ضد الاعداء. يبقى دي عطي. اما كعمل مفرد لا يعجب وظيفة عاطة اللي هي اه مهمة او مهنة. بعد كده برضو بيقولي اجيب عن الاسئلة التي دي برضو على الكصة. سؤال الاول بيقولي لير او كينج لير يعني ملك لير لم يكن سياسي جيد. هاو ازاي? طبعا السياسي او الشخص اللي هو الحاكم الجيد هو اللي بيحاول ان هو يجمع المملكة بتاعته او يوحد المملكة بتاعته. حتى لو هي فيها اجزاء اه طبعا بيحاول ان هو يجمعها في جزء واحد. ولكنه عمل العكس. هو كان عنده اه 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 طبعا اه مملكة كلية ولكنه هو هنا قسمها طبعا مبين ايه مبين بناتو. يبقى هيد سايد تو ديفايت هس كينج دام امانج هس دوترز. ان هو قرر يقسم المملكة بتاعته بين بناتو. نوبر تو. لير ان رستود في لنجس رونج لي. الاستريت. عايز اقول الملك لير فهم المشاعر بطريقة خاطئة. اشرح كده. فهم المشاعر انه هو اه طبعا اه خلى بناتو او انه هو اه طلب من بناتو انه هما يعبروله عن مشاعرهم او حبهم اه ليه طبعا اه through words خلال الكلمات. يبقى هو هنا هو طلب منهم انه هما يعبروا طبعا عن حبهم بالكلمات وليس وليس الافعال. هو هنا حتى هنا بنتو اللي هي كوردليا. لما اه ما ادرتش ان هي او كودنت اكس اه لم تستطع ان هي تعبر اه عن حبها ليه. اه طبعا اه اه كان غطبان طبعا منه. اه كانت ده كان اه شجاع وامين. ايش راح. طبعا هو كان الشخص اللي هو اعترض على الحكم او التأسيم او الحاجة اللي عملها كينجلير ونصحوا وقال له انه ما كانش المفروض يعمل هذا الشيء الخاطر. هو قال له ان هو كان احمد ان هو صدق طبعا بناته اللي هما غير امنين ان هي جونرال وريجان. اخر جزء معنا في الاختبار السبوعي هو جروب سي والسؤال الاول ده اللي هو سؤال برضو اه نشوف كده مع بعض بيقول لي لما بيكون في نزيف. عايز اقول ايه? تضغط على الايه? المنطقة. يبقى يجب. يبقى you must. نادا عايز اقول ان نادا اعطت كل ما لابسها القديمة لدار الايتام. يبقى give away يعطي او يهب. it took me a long time to not محمد to go to the party. عايز اقول استغرق مني وقت طويل ان انا اقنع محمد يذهب للحفلة conference اللي هي معناها يقنع. if you are in paris لو انت بباريس you not visit the evil tower. عايز اقول يجب ان انت تزور برج ايفل دي دعو دي نصيحة قوية. must. بعد كده بيقول لي after the downfall of the company بعد سقوط الشركة. he lost his reputation. اه reputation اه طبعا اه فقط سمعته. and his good نقط. will a personal. دي شخصية. دي اه صفة. personage اللي هي الشخصية او دي شخصية ايه شخصية في فيلم او كده. ويه او شخصية الانسان. ولكن هنا عايز اقول سيمة. سيمة موجودة. بعد كده هنا برضو دي اسئلة على القصة بيقول لي ايه? سوال الاول. why do you think clear decided to give his country to his three daughters? لماذا تعتقد? الملك لير اعطى اه اه دولته لبناته التلاتة. ناخد بالنا في بعض اسئلة اللي هي اسئلة اللي هي التفكير النضي. دي اسئلة ممكن ما تكونش موجودة اجابتها بالنص في الكصة. ولك او في النص اللي انت بتقرأه عموما. ولكن انت بتجيبها من خلال او بتاعك او فهمك ليه القصة او ان انت تحاول بقى تفكر كده. ويترتب يعني هو ده عمل ليه? لو هو اه لو هو مسلا كان عمل كزا كان هيحصل كزا. او انا بفكر هو ليه كان بيقسم? هو ما ذكرش في القطعة بالنص هو ليه قسم? ولكن اعتقد ان هو كان بيقسم علشان ما يكونش فيه صراع ما بين بناته الايه التلات. يبقى I think he believed that. this one to make them struggle after his death. اه طبعا هو كان بيعتقد ان هون ده مش هيخلوهم يتصرعوا مع بعض. كل واحدة هتكون عارفة الجزء بتاعها وخلاص. عايز اقول ان جونرل و ريجل دول كانوا مخدعين. explain اشرح. they told their father deceitful words of untrue love towards him. هما طبعا كانوا خدعين لانهما قالوا الباباهم او عبروا عن مشاعرهم بطريقة مخادعة. وطبعا اه ده اه كان السبب اللي خلى باباهم اه او المالك لير يغضب من اختهم اللي هي الفاث. prove that لير was foolish. طبعا برهن على ان لير كان احمق. طبعا هو الكلام اللي احنا بنشرحه انه هو قسم او قرر ان هو يقسم المملكة في الاول. وهو عايش على بناته واحنا قلنا ان هو good politician ما بيقسمش المملكة. هو بيسيبها كانت ككل. دي اول حاجة. بعد كده كمان هو تحاول ان هو يقسم بناء على اللي هي expressing their love. يعني ازاي عبروا عن حبهم لي يعني. وليس على الافعال. يبقى نقول بقى he decided to divide his kingdom among his daughters while he was alive. بقرر ان هو يقسم مملكته وعيش. he also asked his daughters to express their love towards him through words. هو كمان طلب من بناته يعبروا عن حبهم تجاهه خلال الكلمات. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. انتظرونا ان شاء الله عشان نكمل مع بعض باقي حل التقييمات القادمة. لو لسه متابع معنا للنهاية لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.